في وحدة من المشاهير بعد ما تم طلاقها طلعت للناس وحلقت شعرها تعبر عن حزنها لكن هل هذا هو التعبير الصحيح؟ الله عز وجل ذكر مجموعة آيات في القرآن كيف يعطي دعم معنوي ونفسي للمطلقات والأرامل شوفوا معاي الآية الأولى وإن يتفرق يغني الله كل من سعته الله عز وجل يغني يغني يعني الله عز وجل يتكفل بالمطلقة أو المطلق ومن دخل في الترمل الآية الثانية ومن يتقي الله يجعل له مخرجها ومن يتوكل على الله فهو حسبه فإذن التقوى والتوكل الله عز وجل يتكفل بكل مطلق أو من دخل فيه الترمل فالله عز وجل يتكفل به بل شوفوا الآية الثالثة فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم إذن الإنسان لا يعرف وين في الخير يمكن حالة الوفاة خير له تعطيه حياة جديدة يمكن حالة الطلاق خير له تعطيه انطلاق جديدة فالواحد ما يعرف وين في الخير ولذلك يشوفون الآيات القرآنية تدعم وتريح المطلقين والأرامل ولهذا يشوف الله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم حتى في حالة الطلاق ولا الترمل أكيد في ذكريات جميلة أكيد في أيام حلوة فهذه كلها تساعد الإنسان اللي مر بهذه التجربة وتعطيه الراحة والاطمئنان المهم أن يكون الإنسان مرتبط بالقرآن وقت المحن ترجمة نانسي قنقر